هي ليست بحيرة أو نهرا إنما هي منازل أجبر أصحابها على هجرتها بعد أن أغرقتها مياه السيول الإيرانية القادمة إلى مدينة الكوت بمحافظة واسط فيما عبر شكان المحافظة عن خوفهم من مخاطر ارتفاع مناسب تلك المياة على الدول العراقي أن تعمل شدود لكي تحافظ على هذه الخيرات نعتبره خير كون تسع نهر بالعالم اثنين منهم بالعراق مو يحلوا فنحن نتمنى من الدولة العراقية أن تعمل جيدة إمكانها لعمل سدود فبعد أشهر من موجة الجفاف القاسية التي ضربت العراق وأنهاره الصيف الماضي تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا بسيول جارفة وفيضانات شملت العديد من المناطق إلا أنه لا خطط حكومية تذكر لدرء خطر تلك السيول عن المناطق السكنية بالرغم من مطالبات المواطنين بإيجاد حلول للاستفادة قدر الإمكان من المياه في المواسب المقبلة والله العظيم يمجهولين دمروني يجون عم الله وكيله كان مرت يمهله وغراضي ذابه نصي هنا ونصي هنا وما عند وين الطواجه إحنا قاعدين هنا خالجون يقعدون يشوفونه والحسين صليهم وين ما نايماني سكان منطقة الروشا بمدينة الكوت أكدوا أن ما قدمه المسؤولون في المحافظة لم يتجاوز الوعودة والتصريحات الإعلامية وعلى الرغم من غرق أغلب المنازل في المناطق القريبة من نهر دجلة إلا أن العديد من العائلات فضلوا البقاء في منازلهم الغارقة بالمياه لعدم وجود أماكن بديلة يلجأون إليها الحكومة موفرة لنا أمان موفرة لنا حماية بحيث تبلغ العالم هذه العالم خطيئة لحد الآن ساكنة بهذه المنطقة وكما جرت العادة بالنسبة للحكومة فقد اكتفى المسؤولون في المحافظة بالتحذير من ارتفاع مناسيب دجلة التي تشكل خطرا على السكان باعتبار أن أكبر مسافة يمر بها نهر دجلة في العراق هي في واسط في الوقت الذي أكدت مديرية الدفاع المدني في المحافظة إجلاء عدد من العائلات التي تسكن على ضفاف نهر دجلة